أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار حول تعليق عدوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان باعتباره متصلا بأزمة أوكرانيا أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساسي بسيادة الدول وإنما باعتباره مرتبطا بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة وخلال أكلمتي في الجلسة الاستثنائية طارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عدوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الموقف المصري المبدئي والثابت يرفض هذا التوجه لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشأت من أجله المنظمة ووكالتها وأجهزتها وهو ما يقود إليه ذلك من ضحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف مشيرا إلى أن مشروع القرار المطروح يعد إهدارا لآليات المنظمة والتي طالما كانت محل ثقة لأعضاء المجتمع الدولي ومؤشرا يندر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة وأهلياتها